طبعاً أنا حقيقةً أشكر كل الجهود الدولية التي قامت محاولة تقريباً وجهات النظر بين الفريقين المدني والعسكري ولكن الموضوع ليس الوساطات وليس تقارب وجهات النظر الموضوع في أن هذا الانقلاب قام وأصناء الشراكة يعني لو كانت أنه هناك فرص للبناقشة لكانت قبل إحداث قانون الطوارئ وقبل الانقلاب نفسه يعني لكان من الأجدى أنه الانقلابيين مع المدنيين كانوا أصلاً جالسين إذا كان فيه أشياء كان يمكن تحل دون الوصول إلى هذه النقطة لكن عندما وصلنا إلى هذه النقطة يعني أنه لا رجوع لهم وكما قال عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان أنه هم عايزين حكومة حقيقة حكومة أنه يأمروها يعني رئيس مجلس السيادة سابقاً أو قائد الانقلاب يعني عايز حكومة يعني توافقه هو ويأمره هو وليس يعني غير مرتبطة بالقانون ولا يريدون بناء دولة ولا تنفذها ولا تنفذ نعم وهذا الكلام يعني بالرغم من أنه